الخطر بهذه البنية يتربص بك أينما وجهت نظرك بناية بحيب فريزي بودقريش من الحقبة الاستعمارية تكد تهوي على رؤوس قاطينها تسكنها 25 عائلة رغم أنه أشير عليها بالهدم حال هذه الأسر لا يختلف كثيرا على قاطنة أخرى تعيش في غرفة هي وخمسة من أبنائها أحدهم مصاب بإعاقة زادت من وطأة المعاناة ولكل عائلة حكاية مع الاستفادة من سكن وقبل انتشال الأسري من هذه البنايات الهشة هل يلتفت أولي الأمر إليهم؟ ومنحهم سكنات تأويهم؟ أم يبقى هذا المطلب حلم فوق المستطاع؟ ترجمة نانسي قنقر